يا كعبة يا قبلة الأشواق والأرواح أنت التي في الكون خير بطاح كسوة الكعبة صناعة ذات تقاليد عريقة في السعودية بما في ذلك اختيار نوع الخيوط والقماش والأيد العاملة المتخصصة في التقطيب والتقريز حيث أصبحت كسوة الكعبة المشرفة تصنع بإشراف حكومي سعودي وبأيد وطنية محضة بعد أن كانت تهدى لقرون طويلة من مصر واليمن ولم تكن كسوة الكعبة بهذا الهندام والاهتمام إلا حينما أصبحت في كنف العهد السعودي حيث رصعت بالذهب والفضة وجلبت لها خيوط الحياكة من سويسرا حيث أضحت أغلى ثوب في العالم بتكلفة تتعدى 22 مليون ريال سعودي في عام 2015 لتعطي وهجا استثنائيا بأنها رغم قصر محدودية ارتدائها الزمني إلا أنها تعني الكثير لجميع دول العالم الإسلامي كسوة الكعبة المشرفة مصنوعة من أجود أنواع الحرير الخالص المستورد وهي مطرزة بخيوط ذهبية وفضية يتم تغيير القماش مرة واحدة في العام في احتفال خاص ويتم أيضا تغيير الثوب بعينه باستخدام أجود أنواع الخيوط من الحرير التي تجلب من سويسرا وإيطاليا فضلا عن مواضع الذهب والفضة التي يتم استخدامها للتطريز حيث تصل حزم الحرير الخام إلى مصنع الكسوة ويتم غسلها ثلاث مرات لإزالة طبقة الشمع عنها تزان الكعبة المشرفة بما يربو على 500 كيلو جرام من الذهب الخالص عيار 24 قيرات و18 قيرات يزين الكثير من أركانها وجنباتها ما بين الباب والقفل والمفاتيح وكسوة الكعبة للكعبة بابان أحدهما يسمى باب الكعبة والآخر باب التوبة وهما من أكبر الكتل الذهبية في العالم إذ يبلغ وزنهما 280 كيلو جرام من الذهب الخالص عيار 24 قيرات وبلغت تكلفتهم الإجمالية 13 مليون ريال واستغرقت صناعتهما عاما كاملا باب الكعبة اليوم يرتفع عن أرضية الحرم الشريف بحوالي 200 سانتي ارتفاع الباب الآن 3 متر و18 سانتي نفس الباب له سمك وسمك بما فيه الطول والعرض أما الطول فهو 222 سانتي متر وأما العرض فهو 171 سانتي متر والميزاب هو الجزء المثبت على سطح الكعبة من الجهة الشمالية والميزاب الموجود حاليا من عهد الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله ويتكون من الخشب المصفح بالذهب الخالص أما القفل فقد سلم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل القفل الجديد للكعبة المشرفة لكبير سدنة بيت الله الحرام الشيخ عبدالقادر الشيبي في التاسع عشر من نوفمبر لعام 2013 وهو مصنوع من الذهب الخالص عيار 18 قيراطا وفي اليوم ذاته تسلم كبير سدنة البيت الحرام المفتاح الجديد للكعبة المشرفة من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل وهو مصنوع في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من مادة النيكل المطلي بالذهب عيار 18 قيراطا هذا مفتاح باب التوبة سابقا كان مفتاح باب التوبة قوف العادي زي الأكفالة العاديية بعدين استبدلوا الآن سنتين استبدلوا بيقوف الجديد وهذا المفتاح باب التوبة اللي يطلع على السطح هذا مفتاح مقام إبراهيم هذا المفتاح يفتح كده مقام إبراهيم يفتح باللوية صغيرة نفتح الباب اللي هو الجزازة الحالية الآن وندخل ننظفه من القبر هذا ونرجع نسكه تاني يتم استبدال كسوة الكعبة مرة كل عام صبيحة يوم عرفة التاسعة من ذي الحجة وهي مصنوعة من الحرير الطبيعي وتترز بأكثر من 120 كيلو جراما من الذهب و25 كيلو جراما من الفضة وتقدر تكلفتها ب17 مليون ريال سعودي انتهت ادارة المشاريع بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين قبل اسبوعين من تذهب حلقات تثبيت كسوة الكعبة المشرفة والحلقات مصنوعة من مادة الستانل ستيل ال 316 غير القابل للصدأ وطلاؤها بالذهب اعيار 24 قراطا يرتبط تاريخ المسلمين بكسوة الكعبة المشرفة وصناعتها التي برع فيها اكبر فنان العالم الاسلامي والابداع فيها بل وتسابق لنيل هذا الشرف العظيم وهي قطعة من الحرير الاسود المنقش عليه ايات من القرآن الكريم تكسى بها الكعبة ويتم تغييرها مرة في السنة وذلك خلال موسم الحج صبيحة يوم عرفة في التاسع من ذي الحجة من كل عام والحكمة من الكسوة رفع كساء الكعبة المبطن اثناء الحج وهي من شعائر الله التي اذن بتعظيمها وما يفعل في موسم الحج من رفع كساء الكعبة المبطن بالقماش الابيض انما يفعل لكي لا يقوم بعض الحجاج والمعتمرين بقطع الثوب بالامواس والمقصات للحصول على قطع صغيرة طلبا للبركة او الذكرى او نحو ذلك نسعى اليك بلهفة نسعى اليك بدمعة ونطوف السبعا في ربا في روبى الافراح يا كعبة الافراح وكان هارون الرشيد قد امر بصنع الكسوة من طراز تونة سنة مائة وتسعين من الهجرة وكانت الكعبة تكسى مرتين اما الخليفة المأمون عام مائتين وستة من الهجرة فقد كس الكعبة المشرفة ثلاث مرات ثم كساها الناصر العباسي بالثوب الاخضر ثم الاسود ومن ذلك التاريخ احتفظت الكعبة باللون الاسود للكسوة الى يومنا هذا وفي الدولة المملوكية في عهد السلطان الظاهر بيبرس اصبحت الكسوة ترسل من مصر حيث كان المماليك يرون ان هذا شرف لا يجب ان ينازعهم فيه احد حتى ولو وصل الامر الى القتال كما كانت هناك ايضا محاولات لنيل شرف كسوة الكعبة من قبل الفرس والعراق ولكن سلاطين المماليك لم يسمح لأي احد ان ينازعهم في هذا واستمرت مصر في نيل شرف كسوة الكعبة بعد سقوط دولة المماليك وخضوعها للدولة العثمانية ومنذ تلك الاونة ظلت كسوة الكعبة المشرفة ترسل سنويا من مصر من ريع الوقف الذي وقفه الملك الصالح اسماعيل الى ان كان عهد السلطان سليمان القانون فوجد ان ريع هذا الوقف قد ضعف وعجز عن الوفاء فامر بشراء سبع قرى اضافة الى الثلاث السابقة عام تسعمائة وسبعة واربعين من الهجرة لتصبح عشر قرى ينفق من ريعها على الكسوة الشريفة فاصبح وقفا عامرا فائقا مستمرا في العصر الحديث ظلت كسوة الكعبة المشرفة ترسل من مصر الى السعودية عبر القرون باستثناء فترات زمانية قصيرة ولأسباب سياسية الى ان توقف ارسالها نهائيا من مصر عام 1381 من الهجرة حيث اغتصت المملكة العربية السعودية بصناعة كسوة الكعبة المشرفة الى يومنا هذا يا كعبة يا قبلة الأشواق والأرواح انت التي في الكون خير في الكون خير بطاحي نسعى اليك بلهفة نسعى اليك بدمعة ونطوف السبعا في روبى في روبى الأفراح يا كعبة الأفراح وختاما نشكركم لطيب المتابعة ونتمنى لكم قضاء وقتا طيبا وممتعا مع قناة المجلة ولا تنسى مشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائدة على الآخرين ولمشاهدين الجدد اشترك الآن كي يصلك جديد الفيديوهات اشتركوا في القناة